ده اللي خلت كابتن محمود الخطيب حرص على انه يسافر لمعسكر الاعداد مش مألوف ابدا ومش معتاد انه كابتن خطيب يسافر يحضر معسكر الاعداد للفريق لكنه مبارح سفر ويمكن قضى يوم في ألمانيا قابل خلالها السفير المصري في ألمانيا وجهه له الشكر واهداه درع النادي الاهلي وعالم النادي الاهلي وشكره وتأديره على ما تبزي له الخارجية المصرية ممثلة في السفير المصري في ألمانيا وبالتالي ايضا السفير المصري في النمسا الحقيقة الاهلي يلقى كل هذا الدعم من الخارجية المصرية وجه كابتن الخطيب الشكر للسيد سفير خالد جلال عبد الحميد سفير مصر في ألمانيا اللي حرص على استقباله بعد وصوله الى العاصمة الألمانية وكابتن قضى فتراته سيارة او ساعاته ليلة في ألمانيا ثم سافر كانت رحلة علاجية بسيطة للاطمانان على الظروف الصحية عمل بعض الفحوصات والتحاليل الطبية بناء على توسيط الطبيب المعالج له ثم انتقل او سافر كابتن الخطيب الى النمسا علشان النهاردة يكون مع اللعيبة ومع الجهاز في معسكر الاعداد ده ليه؟ هو شايف انه الموسم اللي جاي زي ما قلتلكم موسم شاق جدا طويل قوي ومضغوط قوي وفيه تحديات كبيرة عشان كده اعتقد التجهيز والترتيب لهذا الموسم محتاج ترتيبات كتيرة ووضع مهمة جدا تمرينة النهاردة كان فيها حماس كتير بين اللعيبة في ترايمارش مستر مارس الكولر عمل تأسيمة قوية جدا بين فرقتين من اللعيبة واضح جدا كان الحماس كبير بين اللعيبة وكله بيتنافس على نيل سقة الجهاز الفني ودخول الاهتمامات الرئيسية والتشكيل